السيد غنيم في إيران أعلنت أمس في مرض سلاح عن صاروخ جديد فتاح ويقال أنه فائق السرعة ما مواصفات هذا الصاروخ والإعلان عنه في هذا الوقت آه دي مهمة جدا فعلا الفتاح 2 الذي تم الإعلان عنه مبارح حتى المعلومات عنه محددة ومحدودة مالوش صور كتير غير اللي في المعرض تبقى للبحث عنه هو صاروخ فرط صوتي فرط صوتي هنا معناه أنه تجاوز سرعة الصوت بمضاعفات كثيرة جدا يعني هو يتروح من 5 إلى 20 ماخ ولكن قيص أن السرعة العملية التي يحقق فيها أو ينفس فيها المنورات والتحرق على سرعة منخفضة ممكن تصل إلى 15 ماخ يعني 15 مرة قد سرعة الصوت الأمر الثاني أنه هو كما يقال لكن لم يجرب أنه قادر على تجاوز منظومة صاروخية الإسرائيلية للطورات الولايات المتحدة اللي هي حيث فده يعني إذا ممكن يستهدف إسرائيل ويصعب التصدي له إذا صح هذا الكلام كما أنه بيقدر يغير حرقته بسرعة قوي ويطير على ارتفاعات منخفضة ده محيل للردارات كده يصعب استهدافه يستطيع أنه هو يخترق الخرصانة يعني يضرب مخازن الزخيرة في عمق الأرض وده نقطة مهمة جدا لأن دي بيكون مخازن زخيرة استراتيجية يعتمد عليها أو تعبوية حتى أثناء القتال يعتمد عليها أثناء الحال أما التوقيت أنا متفق مع هذا بردو تماما يعني أنا شايفه توقيت زكي ومستفز في نفس الوقت يعني زكي بيبين الرضع أنا لدي هذا السلاح الآن وأنت تحاول أن تقول أنت أقوى مني بالتوجد الأمريكي والقوى الإسرائيلية المعروفة ولكن في نفس الوقت ضع نفسك مطرح الولايات المتحدة الأمريكية كيف ستنظر له أليس هذا قد يوم بضربات استباقية أقوى مدى تم الآن ضد الحرس الثوري الإيراني خاصة أن المعرض عرض الصاروخ ليس بواسطة القوات المسلحة الإيرانية الاعتيادية أو بواسطة الحرس الثوري الإيراني فده لي مؤشر يعني أنا برضو شايفه ده شيء هجومي جدا فقد يشير أنه رضع من وجهة نظر إيران وقد يشير أنه لابد من ضربه ضربة استباقية من وجهة أزرار المتحدة وإسرائيل وهو يتجه في اتجاه التصعيم